السلام عليكم و يا قاتل الروح و كما وعدتكم و وعدت ربي سبحانه و قدتكم والله ما قد نسكت على الحق حتى الدقيقة تالية و سنجبت جميع المجريمين كما قدرت نجبت 47 شخص وراهم الآن في السجن نقدر نجبت حتى الناس اللي دبحوا و اللي سلخوا و كما وعدتكم خوتي قدت لكم جميع إنسان خرج إنسان هذا من الفيط أو إنسان اللي بغى يكتل هذا الإنسان ولا اللي كتله ولا اللي حرقه ولا اللي دبحه ولا اللي سلخه سنقدر نتوصل له واليوم أرى أني توصلت للإنسان اللي يشارك في ذبح و حرق هذا الإنسان اللي هي الصورة هذا هو هذا الإنسان يعني بعد آناء طويل قدرت نعرف هذا الإنسان شكون هذا الفوت وهذه هي اللي راح تسهل المهم على رجال الشرطة و دياراس بش يقدروا يتوصلوا لهذا الإنسان هذا و يجيبوه للسجن في أقرب وقت و ثاني حاجة الإنسان واللغز الجريمة اللي كان محير جميع الجزائريين هو الفيديو تعل مراء اللي كان تمشي في المات الجثة و اللي يبان فيها وحد الإنسان اللي كان مغطي قعوجها و ما يبانش صحب يدير دائرة جوان بافت اللي هي تريكو و دك تريكو حمر و دك تريكو الحمر الإنسان بدت اللي كان لابسه و واحد من الناس اللي كانوا لابسين تريكو حمر وما أحد الناس اللي كانوا لابسين تريكو حمر كاي منهم إنسان كان دائرة جوان و اضل فيديوها ان شاء الله سوف نجب بتك تمام ما عندك مين تروح يعني انت رك إنسان باين دار عسابك باللعل الباب واللعل تفرش فيها و رجال الشرطة ما زل ما قطبوك الان سأنا قطبك كنت دائرة جوان بافت اللي كان لابس تريكو حمر تمرك باين لدي أي إنسان دائرة جوان بافت اللي كان لابسها و تريكو حمر وسنعرفك شكل ولكن كنت قلت تركه وغطيت به وجهك عدنا عارفك في أقرب بقت خوتي الأزيز اليوم رأي نجبت لكم الصور هادوة عن الناس اللي حربوا وشاركوا في جريمة القتل وفي الفيديو الجاي إن شاء الله راح نجبت لكم الاسم تحد الإنسان هذا وغد نجبت لكم قال يدي طعي عليه خوتي الأزيز أي إنسان عنده معلومة اللي يخلينا نقدر نتعرفه على هاد المجريمين ولا كان شاهد عيان ولا رأى عنده فيديو اللي يقدر يعاونه في هاد الجريمة هادي يقدر يتواصل معي في الانستغرام تعيتي طريق فلوك سات مرحبا بكم كان معكم دايما طريق فلوك سلام